السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم معانا في قناة بيتي بيتا. بإذن الله هتطلعي النهاردة من الفيديو وانتي محددة بالزبط انتي هتشتري ايه? سواء انتي بتفكر تشتري تكييف فانتي هتطلعي من الفيديو النهاردة انتي محددة هتشتري ايه بالزبط? او عندك تكييف وفي مشاكل فهتعرفي ايه المشكلة وايه سببها? وحلها ايه? يعني مسلا تشتري تكييف عادي ولا انفيرتر? ايه الفرق بينهم? ازاي توفري في فاتورة التكييف لحد اربعين في المية. اسباب ضعف التبريد والتكييف. ازاي تزبطي درجة حرارة التكييف عشان ما يفصلش? وليه بيفصل في الايام شديدة الحرارة? وازاي تختار التكييف المناسب ليكي? تي وان ولا تي تو ولا تي سري. وكمان هعرفك افضل خمس ماركات للتكييف الموجودة حاليا في السوق. خليكي معانا عشان تعرفي كل الحاجات دي. خلينا نبدأ بالراحة ومن الاول خالص. التكييف ببساطة بيشتغل عن طريق ان فيه كباس او فيه كومبروسر اللي هي الجزء اللي احنا بديبقوا شايفينه من الخارج برة الشقة او من الحيطة من برة. وده بيضغط على غاز الفريون وبيبسوا للوحدة الداخلية للجزء اللي هو من التكييف بيبقى جوه الاوضة. والمروحة اللي في الجزء الداخلي دي بتخلي الهوى يلف حوالين الفريون وبالتالي الهوى اللي جوه الاوضة بيبرد او بيسقع على حسب درجة الحرارة اللي انت محدداها. فدلوقتي الهوى وصل للدرجة الحرارة اللي انت محدداها. فيه حالتين. الحالة الاولى لو انت عندك التكييف انفرتر. التكييف الانفرتر متعدد السرعات. يعني اول ما درجة الحرارة بتوصل لدرجة معينة انت اللي محدداها التكييف يفضل شغال. ولكن بسرعة اقل. لغاية ما درجة الحرارة بتاعة الاوضة تسخن تاني يفضل شغال بدرجة اعلى. لغاية ما درجة الحرارة توصل درجة اللي انت محدداها يبدأ يبطأ تاني فبالتالي التكييف الانفيرتر بيفضل شغال طول الوقت ولكن بدرجة اعلى او درجة اقل حسب درجة الحرارة اللي بالغرفة عكس التكييف العادي وبالتالي بيوفر في الكهرباء ولكن مش بيبرد بسرعة ودي من عيوبه انه هو مش بيبرد بسرعة لان فيه بعض المستخدمين قالوا انه مش بيسقع بسرعة كبيرة زي التكييف العادي يبقى دي الحالة الاولى في حال ان التكييف بتاعك تكييف طيب لو التكييف بتاعك تكييف عادي لو التكييف بتاعك تكييف عادي والتكييف اشتغل لغاية ما درجة الحرارة وصلت للدرجة اللي انت محدداها فالتكييف بيفصل فالتكييف العادي بيفصل بيقف خالص وبعد كده يرجع يشتغل تلقائي لما درجة الحرارة بترتفع تاني في الغرفة ويفضل يشتغل بكل قوته وبعدين يفصل وهكذا وبالتالي بيستهلك كهرباء اكتر من التكييف الانفيرتر ولكن من مميزاته ان هو بيسقع المكان او القوضة بسرعة ومن عيوبه ان هو بيستهلك كهرباء اعلى خلاص كده يعتبر بشكل بسيط وشكل سريع عرفنا الفرق بين التكييف العادي والتكييف الانفيرتر طيب النقطة التانية اللي خليني انبهك هنا لها لانها مهمة جدا وعشان التكييف ما يفصلش منك مهمة وانت بتشتري التكييف تاخد بالك وتدوري على الرموز دي T1, T2, T3 او على اقل لو انت مش هتعرفي تدوري على الرموز دي او مش عارفة هي بتبقى مكتوبة فين اصلا في التكييف لان مش كل الناس تعرف ممكن وانت بتشتري تسأل البايع هل التكييف ده T1 ولا T3 ولا T2 ولا T1 T3 لان فيه تكييفات T1 T3 ودي طبعا بتكون الافضل هنتكلم عليها برضه طيب خلينا نعرف إيه الفرق بين تي 1 تي 2 تي 3 وإيه علاقتهم بأن التكيف بيفصل أولا تي 2 ودي تكيفات مصممة للبلاد الأوروبية اللي جواها جو بارد وبتوصل الدرجة بس لخمسة وتلاتين درجة بعدها بيفصل الكباس وبيشتغل التكيف كمروحة بس وطبعا ده ما ينفعش معاكي خالص النوع الثاني تي 1 وده بيكون للمناطق اللي مش بر ومش حر قوي زي مثلا شمال أفريقيا ودرجة حرارة في التكيف اللي الرمز فيه تي 1 بتوصل لتلاتة واربعين درجة وبعدها التكيف بيفصل أما النوع الثالث وهو تي 3 وده التكيف المناسب للمناطق الأكثر حرارة ومناسب لو شقتك مثلا دور أخير وبشتغل لغاية اتنين وخمسين درجة مقوية والكباس في التكيف ده بيكون ممتاز وبيستهلك كهرباء أكتر ولكن ممتاز كحل للشؤة اللي هي بتكون دور أخير وفي تكيفات فيها تي 1 تي 3 بتبدل بينهم حسب درجة حرارة علشان توفر في الكهرباء طيب جينا للسؤال الثاني اللي بعد كده اللي هو أشتري تكيف بارد ولا بارد سخن طبعا دي حاجة بنحددها حسب الرغبات الشخصية لكل شخص بمعنى دلوقتي أنا عرفت أن التكيف البارد السخن أغلى من التكيف البارد بس وأنا إمكانياتي ما تسمحش أن أنا أشتري تكيف بارد سخن يبقى أنا أشتري تكيف بارد بس لأ إمكانياتي تسمح أن أنا أشتري تكيف بارد سخن يبقى أشتريه كمان لو كان الفرق بينهم بالسعر مش كبير يعني مثلا تكيف البارد سخن الفرق بينه وبين التكيف البارد 2000 جنيه ولا 3000 جنيه بقى أنا أستفيد بالميزة دي في مقابل مبلغ مادي قليل كمان أنت تعرفي ميزة في التكيف البارد السخن إن المواسير بتاعته بتكون نحاس وبالتالي العمر الافتراضي بتاعه أطول لكن التكيف البارد بس المواسير بتاعته بتكون ألمونيوم فبالتالي العمر الافتراضي بتاعه أقل شوية من التكيف بارد سخن فكل دي حاجات أنت اللي بتحدديها أنت محتاجاها ولا لأ لكن لو جينا تكلمنا على الأفضلية سواء في المميزات سواء في العمر الافتراضي فإحنا هنتكلم إن التكيف بارد سخن أفضل من التكيف البارد طيب لو جيتي سألتي عن أسباب ضعف تبريد التكيف أول حاجة التكيف لما يجي يتركب المفروض الفني بيسحب الرطوبة والهوى من التكيف بمضخة تفريغ هوا ودي خطوة مهمة جدا لازم تاخدي بالك منها وتنبيه عليها الفني وهو بيركب التكيف ففيه فنيين بيكتفوا إنهم يفتحوا صمام الفريون عشان يطرد الهوى وده طبعا بيكون خطأ من الفني وللأسف الهوى بيختلط مع الفريون وبالتالي بيضعف التكيف وبيضعف التبريد في التكيف ده بيكون السبب الأولاني السبب التاني إن الوحدة الخارجية بتاعت التكيف اللي هي بتتركب برا الشقة تكون معرضة طول الوقت للشمس ده برضو بيضعف التبريد فمهم جدا إن أنت تعملي زي شمسية أو حماية من الشمس للجزء الخارجي للتكيف وخليني هنا أنصحك إنك لما تزبطي درجة حرارة التكيف ما تزبطهوش على درجة حرارة 17 لأن ده هيخلي الكباس شغال طول الوقت ولكن على أقل أزبطي على 23 أو 25 بتكون مناسبة جدا السبب التالت لضعف التبريد إن أنت تكوني اشتريتي تكيف مش مناسب لمساحة الأوضة فمهم تعرفي مساحة الأوضة إيه أنسب تكيف لها عشان ما تشتريش مثلا تكيف حصان أو حصان ونص لأوضة مساحتة كبيرة جدا فإنتي اختاري التكيف يكون مناسب لمساحة الأوضة طيب إيه أحسن تكيف ممكن تشتريه ده طبعا على حسب استخدام التكيف وعلى حسب مساحة المكان وعلى حسب ساعات التشغيل يعني مثلا لو عندك التكيف في الصالة في الصالة مساحتة كبيرة عندك التكيف بيشتغل عشر ساعات في اليوم من أول ما بنسحل غاية من نام يبقى الأفضل إن أنت تشتري تكيف انفيرتر علشان ما تتفجئيش بالفاتورة بتاعة الكهرباء لأن التكيف الانفيرتر هيوفر لك في الكهرباء بنسبة 40% لكن لو الأوضة صغيرة أو وقت تشغيل التكيف ما بيكونش ساعات طويلة يعني ساعات النوم بس فيبقى التكيف العادي هيبقى كويس وهيشتغل كويس وهيقضي الغرض ومش هيعل الفاتورة إن شاء الله ولا حاجة كمان مهم جدا وإنتي بتشتري التكيف تختاري التكيف في خاصية التشغيل الجاف علشان هتحتاج إن أنت تشغلي التكيف على الخاصية دي في الأيام اللي بتكون فيها الرطوبة عليها وعشان توفري في التكيف سواء عندك تكيف عادي أو تكيف انفيرتر اعملي عزل كويس أثناء تشغيل التكيف يعني قفل الباب قفل الشباك قفل الستاير ما تخليش أي تسريب هوا عشان ما يسربش الهوا اللي هو الأوضة السائع وبالتالي التكيف يفضل شغال طول الوقت فما تخليش أي فراغات مفتوحة لو جينا تكلمنا على أفضل خمس مركات طبعا الشركات بتختلف فيها الأسعار فبيكون على حسب السعر اللي انت محدده فيه شركات غالية وفيه شركات رخيصة فعندك مثلا دايكن آآ تكيف ممتاز ولكن سعره بيكون غالي شوية كمان LG انفيرتر أرتكول برضو ممتاز بس غالي شوية عندك كارير شرب وفيه كمان تكيف فريش وهايسنس فانت بتختاري على حسب المبلغ اللي انت محدده للتكيف ولكن الشركات دي كويسة جدا التكيفات بتاعتها كويسة صيانتها كويسة آآ يعني من احسن التكيفات واقل الشكاوي بتيجي منهم وبكده اكون قلتلك كل المعلومات اللي عندي النهاردة يارب تكونوا استفدتوا يارب اكون ايدي تقفيدك لو استفدتوا معنا دعمونا بلايك اشتراككم انتم محفز والسلام عليكم ورحمة الله